مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا ومرحبا بكم أبنائي طلاب الصف الثامن مع درس جديد من دروس مادة العلوم وكما تعودنا نبدأ بقيمة درس اليوم والقيمة هي الإحسان والإحسان من الأسباب الجالبة لمحبة الرحمن سبحانه وتعالى حيث يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم فليكن يشعارك أحسن عملك ترضي ربك ويرقى وطنك ولازلنا نتحدث في الوحدة الثالثة الجهاز الدوري الدرس الثالث ما تركيب الأوعية الدموية موضوع اليوم هو فيما تختلف الأوعية الدموية عن بعضها البعض افتح مع كتابك صفحة 129 أولا ماذا تتوقع أن تتعلم من مهارات في درس هذا اليوم نتوقع الآن أن نصف تركيب الأوعية الدموية ومدى ملاءمتها لأداء وظائفها ثانيا أن نقارن بين أنواع الأوعية الدموية المختلفة تعالوا معا نبدأ درس اليوم عن أشياء تعلمناها فيما سبق تعلمنا أن الجهاز الدوري يتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي القلب اثنين الأوعية الدموية ثلاثة الدم وقلنا أيضا أن القلب يتركب من أربح حجرات رئيسية هي الأذين الأيمن والأذين الأيسر والبطين الأيمن والبطين الأيسر وقلنا أن القلب تتصل به من الخارج مجموعة من الأوعية الدموية هي الأوردة والشرين تعالوا معا نبدأ درس اليوم بما أنواع الأوعية الدموية ومما تتركب لكي تلائم وظيفتها أولا الشرين قلنا أن الشرين قبل ذلك هي أوعية دموية تقوم بنقل الدم بعيدا عن القلب أي تأخذ الدم المؤكسج من القلب وتوزعه على جميع أجزاء الجسم معدى الشريان الرئوي وتتميز بالآن تتميز كما هو موضح بالشكل بأن لها جدار سميك هذا الجدار السميك مبطط من الداخل بألياف مرنة لكي يتحمل ضغط الدم الشديد الناتج عن اندفاع الدم من القلب وهي كما هو موضح ضيقة من الداخل هذه الأوعية الدموية الشرين لا يوجد بها صمامات لا يوجد بها صمامات أما النوع الثاني وهو الأوردة والأوردة تتميز بأنها أوعية دموية تنقل الدم من أجزاء الجسم إلى القلب أي إلى اتجاه القلب وتتميز هذه الأوعية بأنها أقل سمك لها جدار أقل سمك من الشريان وواسعة من الداخل وتتميز بأنها تحتوي على صمامات تجعل الدم يسير في اتجاه واحد لماذا؟ لأن معظم الأوردة تنقل الدم ضد الجاذبية من أسفل الجسم إلى أعلى وبالتالي الصمام يجعل الدم يتحرك لأعلى في اتجاه القلب ولا يسمح بعودته مرة أخرى أي أن الصمام يوجد في الوريد لجعل الدم يسير في اتجاه واحد فقط ألا وهو اتجاه القلب وكما قلنا أن الأوردة تحمل دم غير مؤكسج ما عدا الأوردة الرئوية النوع الثالث وهي الشعيرات الدموية والشعيرات الدموية هي عبارة عن نهايات الشريين وبدايات الأوردة وتتميز بأن لها جدار رقيق سمك عبارة عن خلية واحدة لماذا؟ حتى تسمح بتبادل المواد بينها وبين الخلايا حيث أنها تمد الخلايا بالأكسوجين والغذاء وتأخذ منه الفضلات وغاز ثاني أكسيد الكربون ثم تنتقل الدم بعد ذلك في الشعيرات الوالدية إلى الأوردة ثم إلى القلب تعالوا معا نقيم ما تعلمنا السؤال ادرس الشكل التالي ثم أجب عن الأسئلة السؤال الأول اذكر أسماء الأوعية إكس واي زد الموضحة بالشكل الوعاء زد يمثل تمام أحسنتم أسمعكم تقولون نوشريان لماذا؟ لأن له جدار سميك الوعاء الثاني تمام أسمعكم تقول أنه إيش هه؟ وريد تمام لماذا؟ لأنه أقل سمك من الشريان أو الوعاء إكس تمام أسمعكم تقول أنه شعيرة دموية لأن لها جدار رقيق السؤال الثاني أي الأوعية الدموية يتحمل ضغط الدم المرتفع؟ ننظر إلى خصائص وصورة كل وعاء دموي تمام أحسنتم تمام أسمعكم تقولون الوعاء زد لماذا؟ لأنه يتميز بجدار سميك مرن يتحمل ضغط الدم المرتفع من القلب السؤال الثالث لماذا يتميز الوعاء الدموي إكس بجدار رقيق؟ تمام أحسنتم أسمعكم تقولون ليسمح بتبادل المواد بينه وبين الخلايا تعالوا معا نقارن بين أنواع الأوعية الدموية المختلفة الوعاء الأول وهو أو الشرايين تتميز الشرايين بأنها كما هو موضح بالشكل هي عبارة عن أوعية دموية تحمل الدم من القلب إلى أجزاء الجسم اثنين تتميز كما هو موضح بالشكل بأن لها جدار سميك به ألياف مرنة لتتحمل ضغط الدم المرتفع الناتج عن القلب لتجعل الدم يتدفق بسلاسة خلالها أيضا أنها تتميز بأنها لا تحتوي على صمامات اثنين الأولدة هي أوعية دموية كما هو موضح بالشكل تحمل الدم من أجزاء الجسم إلى القلب وهي واسعة وأقل سمك من الشرايين لأن ضغط الدم عليها منخفض وتحتوي على صمامات تجعل الدم يسير في اتجاه واحد هذا هو الصمام ليجعل الدم يسير في اتجاه واحد لأن معظم الأولدة تنقل الدم عكس اتجاه الجاذبية من أسفل إلى أعلى ثالثا الشعيرات الدموية وهي أوعية رقيقة الجدار منها ما هو متصل بالشرايين فتنقل الدم محمل بالغذاء والأكسوجين للخلايا ومنها ما هو متصل بالأولدة ويحمل الدم محمل بالفضلات وغاز ثاني أكسيد الكربون إلى القلب للتخلص منها وهي كما هو موضح تربط بين الشرايين والأولدة الشعيرات المتصلة بالشرايين تسمى شعيرات شريانية لأنها تحمل دم مؤكسج أما من القلب أما الشعيرات المتصلة بالأولدة فهي تسمى شعيرات وريدية لأنها تحمل دم غير مؤكسج إلى اتجاه القلب بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس اليوم تعالوا معا نقيم ما تعلمنا السؤال اسحب كل خاصية من هذه الخصائص إلى الوعاء الدموي الذي تناسبه تنقل الدم من الجسم إلى القلب تمام أسمعكم تقول الأولدة من الجسم إلى القلب اثنين تنقل الدم من القلب إلى الجسم تمام أسمعكم تقول الشرايين لا يوجد بها صممات تمام أحسنتم الشرايين أو جدارها رقيق تمام أسمعكم تكون الشعيرات الدموية يوجد بها صممات تمام أسمعكم تقولون الأولدة تربط بين الشرايين والأولدة تمام الشعيرات الدموية تمام إجابة صحيحة نحصل فيها على الدرجة النهائية أحسنتم بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته